سعد المنتخب الوطني لكرة اليد للدور الرئيسي لبطولة العالم متصدر بمجموعته بعد فوز على نظيري الأمريكي بنتيجة 35 مقابل 16 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة وتصدر منتخب اليد المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات بينما حلل المنتخب الأمريكي في المكز الثالث برصيد نقطتين اشتركوا في القناة